الحديث عن هذا الموضوع ست بصلافة السيد يزيد أغدال عضو التجمع الجزائري للنشيطين في الرقميات نهلا بك سيد مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا فقط صحي يزيد أغدال أغدال نعم يزيد أغدال الرسوم الجمهورية الجديدة تستهدف السلع المستوردة بالطرود الباردية والتجار بدون السجلات التجارية كيف استقبلتم هذا الخبر؟ إذن تماشيا مع الضج التي صارت حول الموضوع طوال الأسبوع الماضي أصدرت تجمع الجزائري للنشيطين الرقميين بيانا أمس علق فيه على الإجراءات الأخيرة وتوضيحات التي أصدرتها مديرية العامة للجمارك حول هذه الرسوم في البيان أكدنا أنه نبدأي أن التجمع يحترم تماما القوانين المسيرة للتجارة في الجزائر ولدور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وقلنا أيضا أنه نحن ضد استغلال هذا التسوق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين وتحويل هذا النشاط إلى تجارة غير شرعية بالمقابل أكدنا أن هذه الزيادات في الرسوم تعود سلبا على المواطن الجزائري خصوصا الشباب والطلبة وكل من يشتغل في الحقل الرقمي لأن الوسائل المستعملة في هذا المجال ستصبح غالية جدا خصوصا لما نعرف أن أغلب الشباب الذين يقتنون هذه الأدوات يقتنون أدوات للاستعمال الشخصي ولا يمكن معاقبة أغلب الشباب أو أغلب المنتسوقين الإلكترونية بتصرفات الأقلية إذن نحن مع إعادة النظر في هذه الإجراءات مع إجراءات تتخذها إدارة الجمارك لمحاصرة الاستعمال التجاري يعني لا ننتقل من النقيض إلى النقيض يعني يجب إيجاد الميكانيزمات ومراقبة تمكن مصارح الجمارك من التفريق بين من يشتري بضعة من الأنترنت للاستعمال الشخصي ومن يشتري هذه البضعة للتجار جميل لما نتحدث أيضا عن هذه العملية ووضحت المديرية العامة للجمارك وقالت بأن الرسوم المفروضة لا تستهتف التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل ستستهدف فقط الطرود الباردية والتجار بدون سجل تجاري اليوم قلتم بأنه سيؤثر سلبا على الطلبة ومن يستعملون هذه المنصات التجارية من أجل اقتناء هذه المواد والسلع بسعر أرخص مما هو متواجد عليه اليوم في السوق لكن ماذا عن المستوردين الكبار الذين لن تطبق عليهم هذه الضريبة بل بقيت أيضا سعر هذه السلع غالية هنا في الجزائر أو مرتفعة شكرا على السؤال وعطيكني الفرصة أني أثير موضوع تكلمنا عنه في البيان لأنه أصلا الرسوم الجمهورية وفي هذا عملنا منه في تجمع الجزائري الناشطين في تقنيات مراسلة رسمية للحكومة لعادة النظر في الرسوم الجمهورية المطبقة على مستوردي عتاد الإعلام الآلي وكل العتاد المستعمل في تقنية عموما لأن هذا الرسوم أصلا رسوم مرتفعة وهذا الرسوم لا تنسجم مع الاتجاه العام الذي يتتكلم عنه الحكومة والذي يتكلم عنه السيد رئيس الجمهورية لتشجيع الرقمنا لا ينسجم مع إنشاء وزارة للرقمنا لا ينسجم مع وجود وزارة متدبة للشركات الناشئة هذا الاتجاه العام للحكومة لتشجيع الرقمنا والنهوض بمسار الرقمنا في الجزائر لا ينسجم مع رسوم عالية على كل العتاد وكل التكنولوجيا المستوردة في هذا الإطار يعني لا يعقل من جهة أن تكون هناك سياسة حكومية لتشجيع الرقمنا ولتشجيع الشركات الخاصة والشركات الناشئة الناشئة في الميدان الرقمي وبالمقابل تكون هناك إجراءات اقتصادية تجعل أسعار هذه المنتجات التي تدخل مباشرة في مشاريع الرقمنا تجعل أسعارها عالية جدا الأسعار عالية على المؤسسات وعلى الأفراد وبالتالي نطالب في إطار تجمع الجزائري للناشطين في الرقميات وفي إطار مراجعة قانون المالية لتحضير قانون المالية التكميلي أن تعاد النظر وبصفة جذرية النسب الرسوم الجمهورية حتى تكون سلع المواد أو السلع أو الخوادم أو الحواسيد وكل ما يدخل في إطار الرقمنا حتى تكون الأسعار مناسبة للمواطن من جهة لأنه في الأخير هو مستهلك لخدمة الرقمية ويحتاج هذه الأجهزة من جهة أخرى أيضا للشركات لأن كل هذه الأجهزة تدخل في مشاريع الرقمنا في المنصات وبالتالي ستكون دفع إضافي لمشاريع الرقمنا لأن الأسعار ستكون أقل جميل سنعود للنقاش ونتحدث عن مستقبل الأسعار هذا الجانب الجانب الرقميات الموجودة هنا في الجزائر في ظل رفع الرسوم الجمهورية بعد هذا نقال حواسيب وغيرها في ظل الوضعية الراهنة للرسوم الجمهورية ما هي توقعاتكم في المستقبل بطبيعة الحال؟ أكيد أنه رح يصرى خلل في السوق لأن الأفراد الذين كانوا يستطيعون الحصول على سلع معينة عبر الأنترنت بأسعار نسبياً مخفضة الأسعار بعد تطبيق الرسوم ستكون أسعار مرتفعة وبالتالي ستنقص أوتوماتيكي عملية الشراء وبالتالي سيتجه الطالب إلى السوق الداخلية السوق الداخلية أولاً لا توجد جميع السلع يخطئ من يعتقد أن كل ما نستطيع شير أو من الأنترنت نستطيع إيجاده في السلع في السوق الداخلية الأمر الآخر إذا قوات طلب على السوق الداخلية بالتالي الأسعار ستشهد بالتأكيد الارتفاع ومما سيؤثر أوتوماتيكياً على المشهد الرقمي الصفة عامة وعلى النشاط في هذا الملجب هل سيشهد تذبذب في صناعة الرقميات بطبيعة الحال الجانب الرقمي هنا في الجزائر خاصة لو نتحدث عن الصناعة المحلية لهذا الجانب والذي يشتكي عديد من المصنعين من نقص في المادة الأولية وبطبيعة الحال هناك التهاف في الأسعار هل مستقبل هذا المجال هو في الحظيث في هذه الفترة خاصة بعد الرسوم الجديدة؟ هو في الحقيقة الصناعة المحلية في المجال الرقمي محدودة يعني عادة لما نرفع الرسوم الجمهورية على سلعة معينة عندنا هدفين إما الهدف هو الحد من استعمال هذه السلعة وهذا المنتوج لأنه ضار مثلا نرفع الرسوم الجمهورية إلى حد مهول حتى ننقص تهلك هذا المنتج الهدف الثاني هو تسجيع المنتوج الوطني في هذا المجال حتى نكون صراحة المنتوج الجزائري في ناحية الحواسيب والهوات يعني محدود حتى من ناحية سلع أخرى في التقنية يعني حتى ننهض بالصناعة المحلية هناك مجهود لتسجيع الصناعيين لتسجيع هذه الصناعة أو التجاه إليها بعد ذلك لما تكون هناك صناعة نتجه إلى التسجيع إذا كانت هناك صناعة محلية ذات جودة يعني لا نستطيع أن نفرض على الجزائريين أن يستهلكوا سلع أو حواسيب أو أي منتوج آخر رقمي إذا كانت السلعة غير ذات جودة عالية هذا منطق بالي يعني لا نستطيع أن نجبر الناس أن يستهلكوا السلعة الوطنية بالمقابل إذا استوردت السلعة الأدنبية رح تكون السلعة في يعني السعر ثلاثة أو أربع مرات أكثر من السلعة المحلية جميل تحدثت في معرض الحديث قلت بأن رئيس الجمهورية قد شجع كثيرا هذا المجال مجال الرقميات وأيضا داع إلى كل الوزارات برقمانة قطاعاتها وغيرها اليوم لما نتحدث عن الجانب بأن رئيس الجمهورية في حد ذاته ويشجع هذا الجانب وفي الجانب الآخر هناك رفع في الرسومة الجمهورية ربما فكرتين لا تتصلان فيما بينهما اليوم هل من بديل بعد رفع الرسوم الجمهورية في هذه المرحلة بالضبط يعني سؤالك ممتاز ويشير مباشرة إلى ما أشرنا فيه في تجمع الجزائري الناشطين في الدقميات إلى عدم وجود تجانس بين القطاب الرسمي وبرنامج السيد الرئيس الجمهورية هو برنامج الحكومة وتخصيص وزارة للرقمانة وتخصيص وزارة أخرى لشركة الناشئة التي تعتمد على الابتكار ولما نقول الابتكار أكيد نحن بحاجة إلى تقنيات وأجهزة معينة غير موجودة بالجزائر إذن كل هذا الأصل أنه مسهل للناشطين في هذا المجال النشاط والتطور من جهة أخرى وكأننا نعيش في بلاد أخرى ترفع الرسوم على هذه السلعة إذن المطلب واضح قانون المالية التكميلي قادم أظن أنه هناك مطلب للجميع في كل الجزائرين المواطن رابح الناشطين في الرقمية رابح والبلاد ستكون المستفيد من تخفيض الرسوم على كل الأجهزة وكل البرامج وكل ما يدخل في الصناعة الرقمية للنهوض بهذا القطاع في الجزائر ولنكون في حكومة منسجمة أو برنامج منسجمة واتجاه منسجمة بين كل الوزارات لا يعقل أن يكون هناك قطاع يدعو إلى الرقمانة وإلى الابتكار وإلى التشجيع هذا المجال ومن جهة أخرى نجد قطاع يمارس رسوم عالية تثبت الناشطين وتثبت الشباب حتى من ناحية الرسالة هناك رسالة جد سلبية تبعثها السلطات بهذه الرسوم لما نتكلم عن هجرة آلاف الأطباء من الجزائر ونقول لماذا يهجر الأطباء لماذا الإطارات الجزائرية تغادر الجزائر ومن جهة أخرى نمارس ممارسات معينة تثبت الشباب وتحبطهم وتسمى من محيط الأعمال ومحيط الابتكار ومحيط الاجتهاد والابتكار يعني من غير المعقول أنه من جهة نتكلم عن خطاب إيجابي ومحفز ومن جهة أخرى نرسل رسائل سلبية هذا أمر يجب الانتباه إليه هذا هو المطلوب شكرا جزيلا لك سيد يزيد أكدال عضو التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات كنت معي عبر تقنية سكاي في هذا الملف الشائق